أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مبعوث رحمة للعالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها اللهم اجعلنا مفتيح لكل خير مغذيق لكل شر ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هليتنا وهاب لنا من لا ننكر رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وبعد أيها الإخوة والأخوات في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك من خلال قناة الرحمة ومع أصول الدعوة كررنا مرارا أن الدعوة هي أفضل ما يقدمه الإنسان لنفسه عند الله ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والاستفهام هنا يفيد النفي بمعنى أنه لا أحسن من هذا لا أفضل من أن يكون الإنسان عمله صالحا وقوله ينبع ويفخر فيه بإسلام وقال إنني من المسلمين وأن لا يقتصر في هذا على الخير لنفسه وإنما يدعو إلى ذلك غيره وقد بدأ بها ربنا تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال في هذا المعنى أيضا جميل أن تذكر الله ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله ليه لماذا لأن الإنسان إذا ذكر الله تعالى بنفسه فهو يذكره وحدا لكن إذا دعا غيره إلى ذكر الله فهو يذكر الله ويذكر معه آخرون بسببه وبسبب دعوته فيكون له الأجر لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولذلك يقال يوم القيامة يقال للعابد قم فادخل الجنة ويقال للعابد قم فادخل الجنة ويقال للعالم انتظر حتى تشفع في الناس فمقام العالم مقام عظيم وأجره عند الله تعالى جليل والدعية إلى الله تبارك وتعالى له عند الله من المنزلة ما ليس لغيره وكما يقول بعضهم يقول فرق يا أخي بين أن تأتي يوم القيامة وحدك وأن تأتي يوم القيامة ومعك أمة تأتي يوم القيامة وحدك تقدم عملا صالحا يخصك ولا يتجاوزك إلى من سواك فتكون النتيجة إنك ستأتي وحدك لكن آخر يأتي يوم القيامة ومعه أمة أمة هداها الله به وأخذ بيدها إلى مرضاته بسببه واستنقذها بجهده ودعوته من الظلمات إلى النور من الضلالة إلى الأدى من الحيرة والشك إلى اليقين والثبات وما إلى ذلك فعمل الداعية عمل عظيم القدر جليل الشأن رفيع المقام عند الله تبارك وتعالى ونحن نكرر هذا دائما وأبدا حتى ندعم في أنفسنا حب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونلتزم بهذا الواجب الذي هو مسؤوليتنا جميعا كمسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطعون الله ورسوله فهناك عمل يخص الإنسان في نفسه وهناك عمل ينعكس بإيجابياته على الآخرين وبدأ الله به فقال يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر وبعد ذلك قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطعون الله ورسوله نسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم من الدائين إليه على هدى وبصيرا عندنا قعدة بتقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره لأحكم على شيء بأهميته أتصوره تصورا صحيحا فإذا تصورته تصورا صحيحا أمكن أن يكون الحكم عليه بناء على ذلك حكما صحيحا يعني لو طلبت من واحد أن يصف لي الفيل وهو لم يره في حياته لا يستطيع أن يعطيني وصفا دقيقا حيث لم يتصور ما هو الفيل لا مانع لدي أن يكون الفيل كالنملة لا مانع لدي أن يكون الفيل أصمر أو أبيض اللون أو أحمر أو أخضر لأنه لم يرى فبالتالي الحكم على الشيء فرع عن تصوره نحن نتكلم عن الدعوة وهميتها ومكانتها في دين الله وثواب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى نريد أن نسأل سؤالا هل الدعوة مهمة وضرورية والناس تحتاج إليها أم لا وما هي الأسباب التي تجعلنا نقوله بأن حاجة الناس إلى الدعوة أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والماء والهواء الدعوة ليست أمرا يعد طرفا أو أمرا ثانويا يفعل أو لا يفعل وإنما زي ما ذكرنا قبل ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله فخيرية الأمة مرهونة بأن تقيم ما اجتملت عليه الآية من توصيات وأركان لذلك سيدنا عمر يقول من صره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها هذا كلام أشرنا إليه من قبل لكن تعالوا بنا لنعيش مع ما ندلل به على أن الدعوة مسألة مهمة جدا وضرورية جدا ولا يغني فيها أن يعتمد إنسان على آخر إنما لابد أن تتضافر الجهود وأن تتعاون كافة الأجهزة وأن لا يدخر إنسان وسعا في أن ينجح الدعوة وأن يقيم لها وزنا في مجتمعاتنا المسلمة ما هي الأسباب التي تجعل الدعوة ضرورية ومهمة؟ أول شيء الواقع المر الذي يعيشه المسلمون نحن كمسلمين عدد كثير لكننا من حيث التأثير من حيث الالتزام بالإسلام للأسف نحن بعيدون كثيرا عن الإسلام قد أرث عن والدي اللون أو الطول أو القصر قد أرث عن والدي الجنسية أرث عنه اللغة لكن الشيء اللي ما ينفعش إننا أرثه عن فقط الدين الدين يحتاج إلى أن يكون خلقا واقعا تطبيقا عمليا اقتناعا حبا لله التزاما بأمر لا للأسف إننا نهارضا ما بنعمل دراسة ميدانية على واقعنا نحن المسلمين بنجد أن الإسلام في حياة الكثيرين مننا عبارة عن إرث أبو مسلم وأم مسلمة فو طلع زيهم لكن أين الإسلام في واقعنا أين الإسلام في حياتنا أين الإسلام في بيوتنا أين الإسلام في مأكلنا ومشربنا وملبسنا وكلامنا وكل تصرفاتنا الواقع يقول بغير ذلك تماما للأسف شديد وسيد النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فيما علمنا أنه سيأتي وقت يكون المسلمون فيه بالآلاف بل بالملايين ولكنهم غثاء كغثاء السيل مثل ما تجد المطر ينزل فيأخذ في طريقه القش والحطب والورق وما إلى ذلك مما يضعف أمام الطيار الجارف مرحلة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى فقال صلى الله عليه وسلم يوشكوا أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها تخيل قصعة مليئة بصروف الطعام حافلة بكل ألوان الملذات وهؤلاء جياع يريدون أن ينتهبوا أي شيء أمامهم فهذا هو حال المسلمين اليوم حال المسلمين اليوم يوشكوا أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقيل أوى من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صحابة اللي بيسمعوا الكلام ده بيستغربوا كيف يكون حال المسلمين بهذه المهانة وبهذه الطريقة أوى من قلة يعني إحنا عددنا قليل ضعيف كذا حتى نكون نهبا لكل منتهب أوى من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير كثير جدا عددنا أرض المسلمين ما شاء الله لا قوة إلا بلا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَّ قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الموت هو ذا الداء اللي سيطر على المسلمين النهاردة اللي جعلهم هدفا لكل غال ورخيص لكل من يستأهل ومن لا يستأهل وأصبح المسلمون رغم كثرة عددهم ما فيش الإسلام الحقيقي غير موجود إسلام صورة ماشي لكن هذه الصورة لا تخيفه أحدا انت عندك لو مريت في القاهرة عند كبري معروف اسمه كبري قصر النيل يربط ميدان التحرير بالجزيرة بتجد أربعة أسود كبار جدا دخام جدا يربضون أمام الكبري من هنا ومن هنا اتنين واثنين أسود الناس بتمر أمام الأسود لا تجد ما يخيفها ولا ما يزعدها حتى لو فرضا طفل صغير روع حين رأى صورة الأسد بهذه الضخامة تطمن أمه أو يطمن أبوه ما تخافش يا ابني دي صورة ده تمثال لا حقيقة له وبالتالي الناس راحة جاية ولا تجد أدنى خوف ولا فزع من وجود هذه الأسود لكن لو أن شبلا حقيقيا أذيع أو أشيع أنه خرج من حديقة الحيوان وهو تجول في الشوارع الآن فيخشى على أي طفل أي امرأة أي رجل أن يكون طعاما لهذا الشبل فالناس كلها تخاف والناس كلها تحاول تبعد بنفسيها وبأولادها وبكل من لهم به صلة خوف من هذا الشبل الصغير لكنها حقيقة فالناس لا تخيفها صورة الإسلام لا يهم إحنا عددنا قد إيه إنما يهم إحنا كيف نحن إسلامنا شكل إيه طبيعتنا إيماننا صلتنا بربنا تبارك وتعالى زي ما سيدنا عمر بعث برسالة إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص فقال في حرب القرسية قال له كلام نحن أحوض ما نكون إليه الآن يقول أما بعد فإني أوصيك ومن معك من الأجنال بتقوى الله فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة على الحرب وأوصيك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم فإن معاصي الجند أخوف عليهم من عدوهم انظروا إلى الكلام معاصي الجند أخوف عليهم من عدوهم وإننا لا نغلب أعداءنا بكثرة عدد ولا عدد وإنما نغلبهم بتقوان لله ومعصيتهم له فإذا استوينا نحن وهم في المعصية غلبونا بقوتهم قد إيه إحنا بنفتقد هذا المعنى المهم هذه القيمة العظيمة قيمة تقوى الله سبحانه وتعالى وانظر امشي في الشوارع وشوف حال المسلمين النهاردة شكله إيه من حيث الملابس اللي بلبسوها تبرج والتزين والخروج عن الأدب الإسلامي في الاحتشام اذهب إلى الأسواق وانظر ماذا يجري فيها من غش وخداع وتلبيس وتدليس وحلف بغير الله أو حلف بالله كذبا أو ما إلى ذلك انظر إلى ما نتعامل به في قضايانا وما نتعامل به في حياتنا الاجتماعية وما نتعامل به في واقعنا من كل اتجاه من كل اتجاه يعني احنا زي ما ربنا وصف السابقين وقال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الأمر الآن كما يقال ما أشبه الليلة بالبارحة ما أشبه الليلة بالبارحة المسلمون كثر عددهم يسد عين الشمس ولكن أين التأثير السبب يرجع لإيه لا يرجع إلى سبب خارجي لا اليهود ولا أمريكا ولا أي شيء إنما يرجع إلينا نحن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هيجي واحد يقول طيب هل أنت يعني بتنفي إن أعداءنا يريدون بنا الشر ويتربصون بنا الدوائر وبيعملوا بنا ما لا يعني يتخيل إنسان عمله أقول لك صح ولا يتوقع من أعداء الإسلام سوى هذا إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءا ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم المسألة مش محتاجة كلام كثير في هذا لكن ما تنساش ما تنساش إني اللي قال لنا الكلام ده قال لنا في آية تانية إيه قال سبحانه وتعالى إن تمسسكم حسنات تسؤهم وإن تصوبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا خليهم يكيدوا زمهم عزين خليهم يفعلوا ما يشاءون ويدبروا ما شاء لهم التدبير لكن متى يتأتى لهم التأثير علينا إذا نحن مكناهم إذا نحن أعطيناهم الفرصة ببعدنا عن الله وإعراضنا عن طاعة الله ونقوصنا عن شرع الله وحياتنا تبقى كلها في كل المجالات سياسية اقتصادية اجتماعية اعلامية تعليمية تبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى إحنا كنا بمدي الفرصة لأعداء الإسلام اللي ينالوا منها تخيل النهاردة الجو مليء بالمكروبات ولكن النوافذ مغلقة لا يستطيع المكروب أن ينفذ منها يبقى أنت في حماية حتى لو نفذ المكروب فرضا فتحت شبابيك وعندك حصانة عندك مناعة في جسمك لن تصيبك هذه المكروبات بشيء فنحن إذن في حاجة إلى قوة الإيمان بالله إلى إعادة الصلة المفقودة بيننا وبين دين الله لا يكفي أن أرث عن والدي الدين كما ورثت العادات والتقاليد واللون واللغة والجنسية وهذه الأشياء التي لدخل لي فيها والتي لا يقيم الله لها وزنا ربنا بقول في القرآن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرين وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ما قال شي أغناكم ولا ذكركم ولا أنثاكم ولا إن أكرمكم عند الله أغناكم ولا إن أكرمكم عند الله أطوالكم لا 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 المسائل دي ربنا لا يلتفت إليها ولا يقيم لها وزنا إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإذا اتفقنا على أن واقعنا واقع مرير وعلى أن حياتنا حياة بعيدة جدا عن طاعة الله وأننا كما وصفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وتسبب ذلك في غلبة أعدائنا علينا حب الدنيا وكراهية البوت أصبح هذا هو واقعنا الآن وأصبحنا نؤثر الدنيا بما فيها على طاعتنا لربنا يصبح زي ما الحديث أيضا قال كده يأتي على الناس زمان يصبح فيه المؤمن كافرا ويمسي يصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل طب إذا كان الواقع على هذا النحو إذا كان الواقع هكذا والمتدينون حتى الناس المتدينين كمان بيعانوا بيعانوا يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر اللي قابض على الجمر يا إخواننا ليس مستريحا فأنت تجد أن الإنسان يجد غربة في مجتمع يجد نفسه غريبا يخون الأمين ويؤمن الخائن ويصدق الكاذب ويكذب الصادق مسألة صحبة طيب نعمل إيه كيف يمكن الخروج من هذا المأزق كيف يمكن لنا أن نغير هذا الواقع لا سبيل إلى ذلك إلا بالدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى الله غير كده لا يمكن لهذا المجتمع أن يتغير لو أنا قلت ماليش دعوة وده آل ماليش دعوة وده سكت على نفسي وده أفل على نفسه باب وده رضي بالبكاء وده انخرط في المجتمع على ما هو عليه ويقول لك دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم طب بعدين إذا صار الأمر إلى هذا ضاع الناس كلهم لذلك الدعوة هي مركب الإنقاذ الدعوة هي سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ربنا سبحانه وتعالى جعل الدعاة إلي هم سبب الخير لهذه الأمة احنا اتفقنا أن أول سبب بنذكره أن الناس الآن كمسلمين لا يعيشون الإسلام كما ينبغي طب نريد أن نعيدهم إلى حظيرة الإسلام نريد أن نفهمهم حقيقة وأن نأخذ بأيديهم إليه لا سبيل إلى ذلك إلا بدعوة شوف اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء قالوا ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي دعوة للعمل مش دعوة للتكاسل بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ كما كان الإسلام في أوله غريبا وعمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى ملأ الإسلام أركان الدنيا مطلوب من الناس في آخر الزمان أنها تعمل زي ما عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه عندما قال وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء من الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون يصلحون أي دعوة إلى الإصلاح دعوة إلى الإصلاح الذين يصلحون ما أفسد الناس أو ما أفسد الناس معذرة ما أفسد الناس بعدي من سنتي الناس أفسدت السنن وجعلت الإسلام غريب وعاشت بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يعيدهم إلى صوابهم ولن يردهم إلى الجادة ولن يأخذ بأيديهم إلى مرضات الله إلا أن تتوفر الأمة كلها على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى رجالها ونسائها صغارها وكبارها بحيث تصبح الدعوة واقعا عمليا يأخذ بيد الناس كلهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى وزي ما ذكرنا الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم حتى يغير ما بأنفسهم فلابد إذن من أن نقوم بالدعوة لإنقاذ الأمة المسلمة مما هي فيه المسلمون عاملين زي إيه عاملين زي واحد عنده أرض واحد عنده أرض محتاج استصلاح بدلا من أن يذهب إلى أرض جديدة يريد أن يجد لنفسه فيها مكانا أولى بيه أن ينفق قليلا من المال وقليلا من الجهد على هذه الأرض التي تحتاج إلى استصلاح لتعود إلى طبيعتها لتعود إلى ما كانت عليه فلابد من الجهد على المسلمين وهذا لا يعني أننا لا نبع غير المسلمين دي رسالتنا كلنا ودي رسالة الإسلام التي يا رحمة للعالمين لكن لا تنسى أن جهدك مع المسلمين له الأولوية وإن عملك في استنقاذ المسلم اللي عنده النور كل ما هنالك النور موجود في الحائط يحتاج إلى من يضغط على الزر الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها عليها شوية غبرة عليها غشاوة تحتاج إلى الإنسان الذي يأتي ليزيل هذه الغشاوة وليدفع هذا الران الذي هو على القلوب لكن كل إنسان مسلم في خير وفي إيمان وفي صلة برب العباد تبارك وتعالى ولكنه نسيا 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 وتغافل وبالتالي بنقول أخوانا نحاول نعمل جهدنا على المسلمين المسلمين ننقذهم نحافظ الدعوة إذا كانت بتعالج الواقع المر فهي أيضا تحافظ على المسلمين الذين لا سبيل إلى عزتهم ولا إلى كرامتهم ولا إلى علو شأنهم ولا إلى سيادتهم ولا 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 إلا بهذا الدين إلا بهذا الإسلام لا سبيل إلينا إحنا لو بصنا لواقعنا هنجد إن إحنا كنا متقدمين وأساتذة العالم في وقت ما من الأوقات وليس لقرن ولا لقرنين ولا لمثلا لمئة سنة ولا ألف إذا إحنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله قرون عديدة لم يكن هناك صوت يسمع في العالم إلا صوت الإسلام إلا صوت الإسلام فتراجع المسلمون وتقهقروا وأصبحوا الآن في ذيل الأمم بسبب ماذا إنهم تركوا الإسلام تركوا الإسلام الإسلام لا يحمل وزرا في سبب تأخرنا إنما المسلمون هم الذين يحملون وزر أنفسهم حين ابتعدوا عن الله وقال ربنا في شأنهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم فالدعوة فالدعوة تعالج الواقع المر الذي يعيشه المسلمون والدعوة تحافظ على هذا الكنز العظيم الإسلام أنا سأذكر قصة كده بسيطة ربما حضرتكم استمعتم إليها من قبله وهي إنه سيدنا عمر رضي الله عنه حين دخل إلى بيت المقدس ليستلم مفاتيح بيت المقدس كان في صحبته سيدنا أبو عبيد ابن الجراح رضي الله عنه جاءت مخاضة أبار عن بركة ميا فنزل سيدنا عمر عن ناقته وأخذ بخطامها وشمر عن ساقه فقال له سيدنا أبو عبيد ابن الجراح قال يا أمير المؤمنين ما أحب أن يستشرفك أهل البلد وأنت على هذه الحال فقال لو غيرك قال ها أبا عبيد استنكر على هذه الكلمة وقال لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله إذا طلبنا العز في غير الإسلام أذلنا الله ملناش غير الإسلام ملناش غير طاعة الرحمن تبارك وتعالى ليس لنا سبيل ليرفع الله قدرنا ويعلي مقامنا إلا أن نوثق صلتنا بالله رب الأرض والسماء تبارك وتعالى فأول شيء إن الواقع سيء وكلنا نشهد بهذا كلنا نشهد بهذا والشيء الثاني أننا نحافظ على ما لدى المسلمين من كسب على ما لدى المسلمين من رصيد تعالى أيضا مما يؤكد على حاجة الناس إلى الدعوة أن العقول العقول عاجزة عن إدراك ما فيه مصلحتها لا تستطيع العقول أن تستقل بمعرفة ما يصلحها في الدنيا أو يصلحها في الآخر العقول عاجزة عن هذا المعلم لها حدود حتى سمي العقل بهذا الاسم لأنه يعقل عند منطقة معينة بيقف والعقول تختلف عقل زيد خلاف عقل عمر عقل السين خلاف عقل صاد مسألة لا يمكن الاتفاق عليها بل إن الإنسان نفسه يأتي له في وقت أن يكون عقله يفرز أشياء معينة يرى أنها هي الصواب بكل المعاني وبكل المقيس وبعدين ييجي في اليوم التاني يتبين له خطأ ما كان عليه بالأمس وييجي يكتب كتاب يقول لك إيه يقول لك ما كان فيه من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان اعتراض بإنه بيخطئ ما يقدرش وإذا ألف أو أعاد طباعة هذا الكتاب مرة ثانية يضيف ويحذف ويقول طبعا منقحة طبعا مزيدا لعلمه أنه كان بالأمس قاصرا لا يعرف شيئا يعرف شيئا ويجهل أشياء فالعقول تختلف ولا تستطيع أن تصل إلى معرفة ما فيه صلاحها وفلاحها ونجاحها في الدنيا والآخرة إذن من أين لنا بالتعرف على الكمال على التمام على الخير الذي لا شر فيه والحق الذي لا باطل معه لا سبيل إلى ذلك إلا بالدعوة الدعوة دعوة الإسلام هي اللي يجيب الكلام ده شوف القرآن يقول إيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقصان وأتممت عليكم نعمتي فلا يتأتى فيها خلل أو الطراب ورضيت لكم الإسلام دينا ما فيش حد يقدر أو يستطيع أن يقول في كلام الله في شرع الله أي شيء قال تعالى في القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأرجع تاني لقصة الكاتب اللي يكتب ويجي يقول لك أعتذر عن السهو والنسيان والخطأ وكذا ويجي يطبع طبعة تانية يقول مزيدة ومنقحة لكن تعالي القرآن الكريم ما فيش فيه كلام ده القرآن الكريم من أول ما أنزله الله وهو يتحدى يتحدى ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين هاتوا كل الدنيا في سبيل أن تأتي بصورة واحدة تناسب أو تماثل القرآن الكريم فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا في المستقبل شوف التحدي شوف التحدي تعربنا سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ومع ذلك أصررتم على العناد والكبرياء والطغيان فاتقوا النار التي وقولها الناس والحجارة أعدت للكافرين فنحن أمام العقول نجل عقولا عاجزة قاصرة مضطربة لكن بالدعوة نعطي لهذا العقل قدره ووزن وحجم ولا نزيد به عما ينبغي ولا نقلل من قيمته ولكن نرشد ونصوب ونعطيه الهداية وهي آمنة من كل عبث سليمة من كل تحريف الدعوة الدعوة لا تقول لي عقلي ولا عقلك عقولنا كما بينا قاصرة لا تستطيع أن تدرك مصالحها فضلا عن أن تدرك مصالح غيرها أدي أول أو أدى رقم اثنين أيضا قد تغلوب الشهوات على العقول الإنسان مش عقل فقط وإنما الإنسان مع العقل في شهوة مع العقل في شهوة قد تتحكم الشهوة أحيانا وتسيطر على عقل الإنسان رغم يقينه وعلمه بأن العقل يقتضي عدم فعل هذا الشيء لكن تغلب عليه الشهوة يرتكس وينتكس إلى حضير الشهوات يعني أما تستغرب مثلا أما تجي الواحد يحذرك من شرب الخمر شرب الخمر ضرر في الدين وضرر في الدنيا وضرر في الأخرة وضرر على الصحة وضرر على الاقتصاد وضرر مش عارف وإيه وفي الوقت نفسه تجدوه يا شاب خمرا كيف يمكن أن يفسر هذا إلا أن عقله غلبت أو أن عقله غلبت عليه شهوته أما تيجي مثلا راجل طبيب متخصص ويفهم جيدا مدى أضرار التدخين على صحة الإنسان ويحذر مرضى من هذا الأمر باعتبار أن التدخين يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة ويؤدي إلى الإصابة بالضيق التنفسي ويؤدي إلى الإصابة في ثم هو هو نفسه يتعاطى سجائر ويدخن أمام مرضى ليه كده ليه السبب يعود في ذلك إلى أن شهوته غلبت على عقله غلبت على عقله فالإسلام والدعوة مهمتها أنها تيجي تزكي الإنسان ترفع من قدره وعلى فكرة إحنا كتير أوي مننا يحيل كل ما يقع فيه من خطأ على الشيطان أقول لك الشيطان وسويسلي الشيطان نزغلي الشيطان عمل فيه كذا كذا بينما واقع الأمر أن الشيطان لا سبيل له على المؤمنين إن عبادي ليست لك عليهم سلطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فالضعف فيك هو الذي مكن منك الشيطان حاجة تانية مش كل حاجة الشيطان بيوسس بيها ويوحي بيها إليك إنما هناك شهوتك هناك نفسك التي بين جنبيك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا مرحمة ربي فهناك شهوات الإنسان التي يتمادى معها وينساق وراءها وهذه خطيرة ممكن تخلي الإنسان يعيش حياته كلها بعيدا عن طاعة الله بسبب استمراء الشهوات استمراء الشهوات الجري وراء الأهواء والنزغات لذلك طب ممكن نفرق ما بين الشيطان إذا سول الإنسان شيئا والنفس وشهوتها إذا يعني قالت الإنسان شيئا يقولك إن الشيطان لا يهمه أن تفعل هذه بإفراط أو بتفريط تخرج عن الصراط المستقيم أنت كونك تميل يمين تميل الشمان دي ما تهم الشيطان مهم أنك تبعد عن الصراط المستقيم يقولك كده ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى مجاوزة وإما إلى تفريط ولا يبالي بأيهما ظفر هو المهم يخرجك عن صراط الله المستقيم إنما الشهوة شهوة النفس هذه تتفق مع ما بداخلك أنت أنت بتحبها أنت متعلق بيها أنت رغف أنت عبد ليها أنت زليل لهذه الشهوة وبالتالي لا تنم في هذه الحالة إلا نفسك لا تنم إلا نفسك القرآن الكريم عندما أقسم في كتاب الله أقسم الله في كتابه بأشياء كثيرة لكن لما تحصل آيات اللي ورد فيها قسم تجد إن أطول قسم في القرآن الكريم حضاشر قسم أحد عشر قسما في كتاب الله في سورة في سورة الشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الضمير عيد على مين أفلح من زكاها زكي زكى النفس وقد خاب من إيه من دساها من أهملها من سار خلفها وراء شهواتها إنما تزكية النفس تزكية النفس لارتقاء بها إلى أسمى أفق والعلو بها إلى مستوى من الرضا بالله والرضا عن الله تبارك وتعالى فنتيجة عكز العقول عن إدراك الخير الكامل ونتيجة غلبة الشهوات في بعض الأوقات فوق العقول نحن في حاجة إلى من يذكرنا بالله في حاجة إلى من يضع أيدينا على الدواء حتى نستعصل الداء مين اللي بيقوم بهذا الدعاء إلى الله الدعاء إلى الله ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأرديت لكم الإسلام دينا فهذا الدين الذي كمل وهذه نعمة التي تمت وهذا الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لنا أين نجده هنجده في كتب ونجده على سدهات ونجده فقط لا نحن في حاجة إلى دعاء يتحركون بهذا الدين ويفهمون الإسلام فهمون الإسلام ويعرفون الناس مدى الحاجة ومدى الضرورة إلى أن يفعلوا هذه الأشياء ولا يفعلوا هذه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن وتولى حفظه حفظه الله بطريقتين طريقة الحفظ في السطور بالكتابة وطريقة الحفظ في الصدور صدور أهل العلم نسأل الله نجعلنا منهم قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم احنا محتاجين دول محتاجين الذين أوتوا العلم الذين أنعم الله عليهم بالقرآن وأنعم عليهم بفهم الإسلام ليقوموا بتعليم الناس وإرشادهم وهدايتهم ودلالتهم على منهج الله تبارك وتعالى هذه سبب آخر من الأسباب إذا جئنا احنا كلمنا على الإنسان في ذاته لو احنا تكلمنا عن مجموعنا في بعض مجموع الناس ككل هتجد اختلاف الأهواء والميول 81 درجة واحد بيشرق والتاني بيغرب طيب نستمع إلى أول اتصال يأتينا وهنا نستكمل إن شاء الله النقطة الأخيرة في ضرورة الدعوة وأهميتها السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أهلا بيك يا أختي هيا بالله يبارك فيه كده اسمه بمال يا ربنا يشفي يا رب كده ويخليكم بارك في عمر وبنا يتقبل منه يا رب يا شايف اسأل الله وبارك كده في خلاله الرحمة والشيخ محمد حسان يخلكه لينا يا رب ماشي يا أختي حاضر إن شاء الله بالسلام عليكم يا شيخ التجعيل وبالله عليك يا شيخ بالسلام عليكم معنى اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم اهلا بك اخي مثلا الواحد لو سمع فتوه من حضرتك او اي شيخ محمد حسن او اي شيخ عمكة من مواصف منه ان شاء الله ومثلا واحد يسألنا سؤال يعني نفس السؤال هو اسمعت منك واحد يسألوني ينفع لنا يسألوني مثلا تعمل كذا وتعمل كذا والله النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو ايه بلغوا عني ولو ايه ولو ايه فاذا كنت واثقا من المعلومة التي تنقلها فلا ضير ولك الثواب عند الله سبحانه وتعالى يعني عادي يعني معنى اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضل حضرتك السلام عليكم ساعدت سادلت الدكتور نواط لي نواط صوت التلفزيون بعد ازدك عشان ايه بالنسبة للموضوع الدعوة حضرتك حالو ايوة معاك اتفضل ماشا فان بقول لي ساعدتك بالنسبة للموضوع الدعوة احنا ينقصنا للأسف لان احنا دلوقتي بنتحدث عن الدعوة لانها دعوة شخصية يعني انا عايز اصلح من جاري او من اخي او ابني فبفضل ادعو له في سبيل الشيء اللي انا بدافع عنه اللي انا عايز ازرعه فيه ولكن اللي ترك الله ورسوله في قلوبنا الدعوة الحقيقية الافواد اللي العلماء بيوضحوه لنا كلنا عايزين نمشي فيها فعملين اللي قدامنا ده يعني زي مراية قدامي عايز اصلح منه زي ما انا عايز اشوفه ولذلك العملية سهلة جدا والله اعلم بالبلد يعني بالنسبة لي يعني لما عاوزة فضلتك اما الواحد بيجي ياكل بيلاي حصوية في الاكل بيوقف الاكل ليه لما بيجي يتعامل في الدين كل حاجة عايز ياخد رأيه الشيخ وما يعملش للي ايه اللي يشوف ويقضي لف ويدور في الكلام الى النتج عن كل ده بصنا لقينا اللي احنا شوفناها ده دلوقتي مفيش حد يتبع الرحمة مفيش حد يتبع اسوة الرسول عليه الصلاة والسلام كلنا عايزين نخطف من بعدنا عمالنا او ارزائنا واه 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 فاصبح الدعوة لها مفهوم تاني خالص بالرغم ان اي تخصص او اي شيء تاني كله لي اصوله ماينفعش واحد يعمل دكتور ماينفعش واحد يعمل زابط مش ميعنا كلنا بقينا في الدعوة دلوقتي وندعو ندعو الا انوصلنا لهذا الحد حاضر ان شاء الله لا 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 والله باركلا السلام عليكم ندعو الله سبحانه وتعالى لكل مريض ولصاحبة الاتصال ان يشفي الله وزوجها وان يشفي مرضى المسلمين اجمعين وان يتولانا برحمته ونسأله تبارك وتعالى ان يمنى علينا جميعا بالرضى واليقين انه وليه ذلك القادر عليه معنى اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم اهلا بك يا اختي ربنا بارك فيكم يا رب جميعا يا رب لو سمحت يا دكتور ان شاء الله بمشاعر رحمن ان شاء الله الحمدالله رب العالمين مش عايز اقولك دعوة يعني في الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا بارك فيك يا دكتور انا لما كن قاعدة في مكان وزوجي قاعدة في مكان وانا مشغلة قناة يعني القناة كلها الاسلامية وهو قاعد مشغلني الافلام ومش عارفة كل ما دعيه انا بقى دعيه بقول له من عاش على شيء مت عليه دي دعوتي بالله عليك اديني حل اديني حل بالله عليك يعني اصرف ازاي حاضر ماشي هي دي اللي انا عايزة من حضرتك بس حاضر يعني ريت نجاوب على السؤالين دول ونرجع بقى نكمل موضوعنا ان هو يا دوب وقت الحلقة اوشك على الانتهاء احنا بنقول اخواننا هناك فرق بين الدعوة والتخصص الدعوة بمعنى ادل غيري على يجي صلي في المسجد يصدق في الحديث يكون امين في المعاملة زو خلق طيب مع جيرانه دي ممكن اي انسان واحد بيقول له ابنه صلي يصيب انه مغشش في الامتحان يعلمه ان يكون صادق في المعاملة دي مش محتاجة واحد شيخ يقوم بيها ولا داعية يتخصص ليأتي الى هؤلاء الناس يعلمهم مفردات واشياء يعلمهم الخاص والعام انت عندك يعني معذرة في يعني المثال البسيط اللي بقوله ده القطة نفسيها لو خطفت حاجة بتخدها وتجري لانها علمت ان هذا خطأ تستشعر تستشعر الخطأ فتجري لكن لو انا اللي انا اطتها وعرفتها وحطت لها كده قدامها تطلب المزيد وتقعد تتمسح فيها وفي نوع من كأنها بتقول هل من المزيد الديني كمان فالحلال بيين ان ده بيقل كده ان الحلال بيين وان الحرام بيين اما تلاقي واحد بيشب خمر مش هتستنى لما ييجي عالم ينهى لما تلاقي واحد باسرة اما تلاقي واحد بيكذب اما تلاقي واحد تارك للصلاة لا تنتظر ان يقوم بهذا اي انسان لابد يكون معاه شهادة او معاه تخصص او ما الى ذلك ليدعو هذا الانسان الى ما فيه خيره وسعادته في الدولة والاخرة ده معنى الدعوة بمعنىها البسيط لكن لما نيجي بقى لما نيجي بقى في مقام الفتيا وفي مقام التخصص هنا لابد من ان يكون لمن يدلي بدلوه ولمن يقول في دين الله ان يكون على علم هو مش ربنا يقول لنا كده قال فاسأل به خبيرا وقال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسألوا مين اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وكما يقول الاخ ان احنا في التخصص بنذهب الى الطبيب واحيانا نجد متخصصين في التخصص في مرض زي القلب او مرض زي الكبد او مرض زي ربنا عافينا عافيكم بتجد تخصصات دقيقة في داخل هذه التخصصات فلا يصلح ان يتصدر للفتوى وان يتصدر للكلام في دين الله بما يعني يتناول اشياء تخصصي الا اصحاب الفقه واصحاب العلم قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون انا النهاردة بلاقي على رأي بعض لما كان يقول كده احنا في مصر عندنا عدد من الاطباء قد كده وعدد مهندسين قد كده وعدد من علماء الفلك قد كده معروفين لانهم متخرجين من الكليات متخصصة لكن عندنا في بلدنا سبعين مليون مفتي سبعين مليون كل واحد ليه رغبة يقول في دين الله ما يحلو له دون ان يكون له مستند من كتاب او سنة فنحن لابد ان نفصل بين جزئيتين اذا رأيت واحدا على خير تدعمه فيه رأيت واحد على شر تنهى عنه دي مهمته ومهمتكم ومهمة كل مسلم اما اذا وصل الامر الى حد الاستفتاء في دين الله ومحاولة اعطاء حكم شرعي يتناسب مع ما قال الله وما قال رسول الله دي بقى محتاجة بين محتاجة اهل التخصص محتاجة اهل التخصص وارجو ان اكون قد وضحت بهذا المعنى الجزئية اللي حضرتك سألت عنها بقيت اخوانا نقطة بنقول احنا محتاجين للدعوة ليه اخلخص كلامي تاني عشان ما ننساش رقم واحد الواقع اللي احنا بنعيشه الواقع واقع سيء جدا وضربت امثلة ليه رقم اتنين المحافظة على ما لدى المسلمين من خير اعطاه الله لهم يتمثل في دين الله عز وجل رقم ثلاثة عجز العقول عن ادراك ما فيه مصلحتها في دنياها وفي اخراها رقم اربعة غلبة الشهوات احيانا على العقل مما يجعل الانسان في حاجة الى من يذكره بالله والى من يرده الى طاعة الله تبارك وتعالى ايضا اختلاف الاهواء والميول مفيش حد الا وتجده لو عملت مقارنة زي ما اشكالنا كده بتختلف اشكالنا انا طويل ابيض اللون جسيم او نحيف مش عارف ايه دي مسائل شكلية الشكل اللي هو بيختلف نفس الحكاية عقلنا واهوائنا تختلف من واحد الى اخر فلابد من ان يكون هناك مرجع لابد ان يكون هناك مستند يعود اليه الكل ويصح للجميع الوجهة وان يكون لنا نقطة التقاء نلتقي عندها حتى لا يكون ليه هوا عكس ما انت عليه ويكون لهذا رغبة عكس ما الاخر عليه انما نلم نفسينا واللم اهوعنا ورغبتنا لنجعلها تبعا لشرع الله لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اما الذي يتبع هواه ويمشي خلفه اسماعيل القرآن ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا فربنا سبحانه تعالى بيّن ان في ناس في ناس بيتخذ آلهتهم اهواء ارأيت من اتقذ الهه هواه وقال الله تبارك تعالى في آية اخرى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اذا نهيت نفسك عن الهوى كعلت هواك تبعا لشرع الله وتبعا لدين الله وتبعا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت بذلك تأمن على نفسك وتأمن على المجتمع والناس تعيش في سلام لا في تضاد ولا في تقابل ولا في تنازع ولا في اختلاف ولن يحقق هذا المعنى إلا أن نجتهد في إفساح المجال على أكبر صوره للدعوة إلى الله تبارك وتعالى يبقى نقطة أخرى في هذا الموضوع تؤكد على أهمية الدعوة وهي أن الله إذا هداني إلى الإسلام ووفقني إلى الإيمان نحن بنقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة عظيم وجميل أن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعمة الهداية والاستقامة والصراط على السير على صراط الله المستقيم من مستلزمات شكر هذه النعمة من مستلزمات شكر هذه النعمة ومن متطلباتها أن تدعو غيرك إلى ما وفقك الله إلي نحن بنقول النعمة تحتاج إلى عدة أشياء أولا الإقرار القلبي بأنها نعمة ثانيا التحدث بها وأما بنعمة ربك فحدث ثالثا أن أقيم النعمة فيما خلقت لأجله فربنا هداني وربنا خد بإيدي أعمل إيه أشوف غيري منحرف أقول له ربنا يسلحنا وحالك تعالى إلى طريق الله سبحانه وتعالى وأخده وأحتضنه وأصادقه وأرافقه وأحاول أننا أنقذه من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ده شكر نعمة ربنا وربنا قال لنا في القرآن الكريم سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيد أنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيد أنكم إلا عايز ربنا ينعم عليه بمزيد من التوفيق ومزيد من الهداية ومزيد من الثبات والاستمساك بحبل الله تعالى المتين يدعو غيره ويحاول دائما وأبدا أن يجعل من نفسه داعية خير ودلالة رشدة لعلي بهذه النقاط التي أثرتها مع حضراتكم أكون قد أجبت على سؤال طرحته في بداية الحلقة وهو لماذا الدعوة أمر مهم وضروري ولابد من أن يجد له سبيلا وتأكيدا في حياتنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول في التابعون أحسنة وأن يوفقنا وياكم مما فيه رضاه وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهر أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته